اشتركوا في القناة جيدا هذا النص ومن خلال القراءة ستظهر لكم شرح الكلمات لنتطرق بعدها للأجوبة على جميع أسئلة الفهم لنتعرف على الأفكار الأساسية وأيضا الفكرة العامة إضافة إلى الشاهد والقيم بعد إنجاز جزء أثري لغتي ولكن وقبل كل هذا وإن كنتم لأول مرة تشاهدون قناة التلميذ المتميز لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الإعجاب وكذلك تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد إذن بدون إطلاعه على بركة الله لنبدأ قراءة هذا النص والذي عنوانه واد الحياة يقال أن الدم هو واد الحياة ذلك أنه سائل دائر في أنحاء الجسم باستمرار وهو يحبل الغذاء والأكسوجين إلى سائر الأعضاء صغيرها وكبيرها فتدب الحياة فيها لكن ما هو الدم؟ هو سائل يتركب من مادتين أساسيتين هما البلازمة والكريات الحمراء والبيضاء على أن الكريات البيضاء هي أقل عددا من الحمراء وهذه الكريات متناهية في الصغار إذ تحتوي قطرة واحدة من الدم على أكثر من 250 مليون منها ودورها رئيسي فبفضلها يحارب الجسم الأمراض والجراثيم كما أنها تعوذ الدم الضائع في حالة نزيف إن جسم الرجل العادي يشتبل على حوالي لترين ونص من الدم وهذا السائل يدور في الجسم من أعلاه إلى أدنى وتستغرق دورته في المتوسط أقل من دقيقة أما المضخة التي تدفعه باستمرار لكي يدور فهي القلب ومن جملة ما صلح الله به هذا السائل الغالي احتوائه على صفائح خاصة تجعله يتجمد مكان الجرح فيتوقف سيلانه وفي حالة التعرض لنزيف حاد لا بد من تدخل الممرض أو الطبيب لإقافه ومن الضروري أيضا تعويذ الدم الذي فقده الجسم بسرعة وبدم مناسب لأن الدم أربع فصائل منها الإيجابي والسلبي ويتم تحديد فصيلة الدم بعد تحليل عينة منه في المخبر ولقد أنشئت مراكز للتبرع بالدم وشاحنات متنقلة لهذا الغرض يتقدم إليها الأصحاء ليعت قليلا من دمهم لن يضرهم ذلك في شيء ولكن سوف ينقذون حياة المصابين أو الجرح الذين قد تتوقف حياتهم على قطارات منه فجسم الإنسان يظل المصدر الوحيد لهذا السائل الحيوي إن العناية بعدم تلوث الدم واتصاله بأية مادة خارجية غير معقمة أساسي للمحافظة على الصحة لأن الدم سينقل الميكروبات والسموم إلى سائر الجسم تماما كالوادي إذا تعكر أو توقف تتوقف معه الحيات بعد قراءتنا لهذا النص يمكن للتلميذ بل يجب عليه أن يقرأه لأكثر من مرة لكي يتمكن من فهمه جيدا ويتمكن أيضا من الإجابة على مختلف الأسئلة قبل التطرق إلى أسئلة الفهم سنقوم بإنجاز تطبيق صغير كالعادة وهو خاص بالأضداد حيث يقول السؤال أضداد الكلمات التالية وردت في النص ذاته جدها إذن لديكم أربع كلمات الكلمة الأولى تتمثل في إيجابي ثاني كلمة رخيص ثالث كلمة يستمر ورابع كلمة ينفعه إذن حسب النص نجد بأن عكس كلمة إيجابي هو سلبي عكس كلمة الرخيص الغالي يتوقف هي عكس كلمة يستمر أما ينفعهم عكسه يضره بعد إنجاز هذا التطبيق الصغير ننتقل الآن إلى أسئلة الفهم وأول سؤال يقول ما هو السائل الذي يتحدث عنه النص؟ الجواب السائل الذي يتحدث عنه النص هو الدم السؤال الثاني يقول ما هو المصدر الوحيد لهذه المادة؟ الإجابة المصدر الوحيد لهذه المادة هو جسم الإنسان إلى السؤال الثالث الذي يقول لماذا يسمى الدم ودي الحياة؟ ماذا ينقل لأنحاء الجسم؟ يسمى الدم ودي الحياة لأنه سائل دائر في أنحاء الجسم باستمرار فينقل لسائر الأعضاء الغذاء والأكسوجين فتدب الحياة فيها السؤال الرابع يقول مما يتركب الدم وما هو دور الكريات البيضاء؟ الإجابة تتمثل فيما يلي يتركب الدم من مادتين أساسيتين هما البلازما والكريات الحمراء والبيضاء ودور الكريات البيضاء هو أن بفضلها يحارب الجسم الأمراض والجراثيم وتعوذ الدم الضائع في حالة النزيف ننتقل إلى السؤال الخامس الآن والذي يقول كم لتر من الدم يدور في جسم الرجل العادي؟ وما هو الوقت الذي تستغرقه هذه الدورة؟ إذن يدور حوالي لترين ونصف من الدم في جسم الرجل العادي والوقت الذي تستغرقه هذه الدورة في المتوسط أقل من دقيقة إلى السؤال السادس والذي يقول كالتالي ما اسم المضخة التي تقوم بضخ الدم في جسم الإنسان؟ سنقول اسم المضخة التي تقوم بضخ الدم في جسم الإنسان هو القلب السؤال السابع يقول في الدم صفائح لها دور هام فيما تتمثل إذا حدث نزيف حد في الجسم من يتدخل لإيقافه؟ إذن سنجيب على هذين السؤالين كالتالي تتمثل الصفائح الدموية في الخلايا الصغيرة التي تدور حول الجسم في الدم وتلعب دورا هاما في تخصر الدم وفي حال ما إذا حدث نزيف حد في الجسم يتدخل لإيقافه الطبيب أو الممرض إلى السؤال الثامن والذي يقول كالتالي كيف يعوذ الإنسان الدم الذي خسره أثناء النزيف؟ وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟ إذن سنجيب بأنه يعوذ الإنسان الدم الذي خسره أثناء النزيف من خلال مراكز وشاحنات التبرع بالدم وتتمثل الإجراءات في تقدم الأصحاء إلى هذه المراكز قصد التبرع بالقليل من دمهم فتمنح بعدها لهؤلاء المصابين أو المرضى إلى السؤال التاسع الذي يقول لا يتضرر الإنسان إذا تبرع بدمه لأن أولا جسمه يعيد تصنيع الدم الذي نقص أم ثانيا كمية الدم الموجودة في الجسم ثابتة إذن الاختيار الصحيح هو الأول حيث جسم الإنسان يعيد تصنيع الدم الذي نقص السؤال العاشر يقول هل يمكن أن ينقل الدم إلى جسم آخر إذا ما تلوثه؟ ولماذا؟ أكيد سوف نجيب بلا حيث لا يمكن نقل الدم إلى جسم آخر إذا ما تلوثه لأن الدم في حالة تلوثه سينقل الميكروبات والسموم إلى سائر الجسم إذن هذا كل ما يتعلق بالأجوبة الخاصة بأسئلة الفهم الآن سوف ننتقل مباشرة إلى إنجاز جزء ثري لغتي حيث يقول السؤال كالتالي أختار من كل سطر كلمة وأكون ثلاثيات الكلمة مراضفها وضدها إذن لديكم في هذا السطر الأول الكلمات في السطر الثاني مراضفها لكن أكيد مشوشها ثم في السطر الثالث لدينا الأضداد وضعت لكم الإجابات في هذا الجدول يمكن لكم أن تقرأوا كله وأعطي لكم مثل مثلا هنا هوى شرحها أحبة وضدها كرهة ها هي الكلمة هوى في أول السطر شرحها في ثاني سطر وضدها في ثالث سطر أنتم اقرأوها فقط وسوف تجيبون شرح وضد كل كلمة بعد أثر اللغتي نأتي الآن مباشرة إلى ذكر الأفكار الأساسية بحيث كما لاحظتم بأن هذا النص يتكون من خمسة فقارات وبالتالي سيكون لدينا خمس أفكار الفكرة الأولى الدم سر روحياتنا الفكرة الثانية مكونات الدم الفكرة الثالثة كمية الدم المتواجدة في جسم الإنسان الفكرة الرابعة أهمية ودور الصفائح الدموية والفكرة الخامسة والأخيرة وجوب العناية بعدم تلوث الدم بعد الأفكار الأساسية نتطرق الآن إلى الفكرة العامة والفكرة العامة يمكن أن نقول كالتالي نعمة الدم الذي يدب الحياة فينا والآن لم يبقى لنا سوى التعرف على الشاهد وأيضا القيم الواردة في النص فيما خص الشاهد اخترت لكم بعض المقولات والشعارات التي يمكن وضعها من أجل تشجيع الناس لكي يتبرعوا بالدم وقد كتبت لكم ثلاث شعارات وتتمثلوا فيما يلي نقطة دم تسوي حياة أنقذ حياة غيرك بتبرعك بنقطة دم وفي الأخير دقائق قليلة قد تساهم في إنقاذ حياة شخص تحبه فتبرع بالدم بعد الشاهد الآن ننتقل إلى القيم الواردة في النص حيث يمكن أن نقول الدم نعمة من أغلى النعم التي منى الله بها عباده لذا وجب علينا المحافظة عليه والعمل على التبرع به لمن يحتاجه من جرح أو مرضى وبهذه القيم وصلنا إلى نهاية هذا الدرس الذي أتمناني يكون واضحا ومفيدا لكم إلى دروس أخرى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته